حدثني آقل المجانين عن موضوع لاستفزازكم يا جنة العقلاء اشتركوا في القناة اهلا وسهلا اصدقائي في حلقة جديدة من حكاية الشاعر المجنون اراء جامحة حيث نقول ما لا يقال ونقول الكلام الذي لو قيل من قبل لما وصل حالنا لما هو عليه الان في حلقة اليوم لدينا موضوع شائك لكن تعقيد هذا الامر اتى منكم ايها المشاهدين فانتم يا اصدقائي من اوصلتم الحالة الى ما نحن عليه فوجب علينا ان نقول الكلام الذي يزعجكم لاستفزازكم ومن ثم عندما يذهب الشاعر المجنون ويذهب عقل المجانين يبقى هذا الكلام عسى انت تتدبروه فبالتالي لنبدأ معا الحب الذي سنتحدث عنه اليوم هو الممارسات الفعلية التي نراها في هذا العالم وليس حقيقة هذه المشاعر او التعاريف التي رأيتها في الكتب فالتي ستسمعه انت الان لم تسمعه من قبل فهو نتيجة لمراقبة العالم من حوله وما رأيته من قصص الحب والرومانسية في المسلسلات والافلام وفي الحياة الوقعية وهنا نتحدث عن حب الرجل بالمرأة ولا نتحدث عن مشاعر ومصادر اخرى للحب لكن قد نتطرق الى بعض هذه المواضيع وهنا نبدأ في القسم الاول وهو تعاريف الحب الحب هو استجابة بيولوجية كيميائية لفكرة ان حل عقدك النفسية موجود عند هذا الطرف الاخر اجل فالحب بالنسبة اليك هو احساس حملته انت اكثر من طاقته وقد يكون اهم احساس لديك ولا مشكلة في ذلك لكنك وضعت على هذا الاحساس مسئولية لا يجب ان يطلع بها فالحب ليس له علاقة بعقدك النفسية التي حصلت عليها منذ الصغر فاحساسك بالسعادة النابي عن حب انسان معين تراه كالدوبامين بالنسبة اليك لانه يساعدك على افراز الدوبامين بسبب حالتك النفسية التي اقنعتك بهذا الامر هي ما ستؤدي الى ظهور المصائب خصوصا ان لا يوجد محفز للدوبامين دائم في هذه الحياة وهنا تكمن المشكلة في حكايات الحب يولد الانسان كتلة من العاطفة منذ الصغر منذ ان كان طفلا فيبكي عندما يجوع ويصرخ عندما يجوع وعندما يشعر بان امه بعيدة عنه يصرخه ويبكي ليحصل على الاهتمام والرعاية والمشاعر واللطف ويحضرني في هذا تجربة اجريت في كندا على طفلين ولداء حديثا ففي طفل اعطوه كل ما يحتاج من طعام وشراب وحفاظات ونظافة وكل شيء لكن لم يلعبوا معه لم يشعروه بانه محبوب لم يتحدثوا معه بقيوا صامتين وبقي التعابير وجوههم جامدة اما الطفل الاخر فقد لعبوه وداعبوه وأحبوه واخبروه كلاما معصولا وابتسموا بوجهه وضحكوا بوجهه فما كانت نتيجة هذه التجربة الولد الذي تلقى الرعاية والاهتمام والحب والمعاملة واللعب بقي على قيد الحياة ونجا وعاش حياة لطيفة اما عن الطفل الذي تلقى معاملة جامدة معاملة ديناميكية فقط يقدمون له الطعام والشراب مات بعد اسبوعين اسبوعان فقط دون أن يحصل على التغذية الصحيحة لمشاعره وأحاسيسه واحتياجه العاطفي فمات من ذلك فما رأيك في انقطاع هذا الاحتياج العاطفي عندما يبلغ سن الفتاة أو الفتاة سنتين إلى ثلاثة سنوات فلا يزال هو بحاجة إلى هذا الاحساس بالعاطفة وبالمحبة طويل الوقت فقد أجريت بعض الدراسات وأخبرتنا أن الطفل بحاجة إلى أن يحتضن ما يقارب العشرين مرة في اليوم وسيقوم بأفعال كثيرة ليحصل على هذا الاحساس فهو احساس طبيعي جبل عليه إذن علم النفس والمشاعر موجود ومن هنا تنشأ العقد عندما نهمل هذه الحاجة ونحولها إلى عقد نفسية ومشكلات وإحساس بالشعور بالذنب عند هذا الطفل فيقبر الطفل في مجالات حياته من خمس سنين إلى عشرة سنين ليصبح مراهقا غير منوضج في مشاعره وغير مكتمل لأن مصدر المشاعر الأساسي غير موجود فهذا ما جعله يلجأ إلى الحب وجعله يربط ما بين الحب والشهوة في هذا القسم سنربط الحب بالشهوة لذلك هناك من يضع أن الحب هو شهوة وجهني نعملة واحدة فقد كان محقا فبالحب تكتمل الشهوة وبالشهوة يكتمل الحب لا يوجد فرق بينهما إلا أن أحدهما مكانه جسدي والآخر مكانه نفسي فواحد مهتم بالمشاعر لكن تأثير المشاعر من حب وبؤس ومعاناة ولطف ورحمة ومودة كل هذا يؤثر على الغدد فبالتالي الغدد هي التي تؤثر على الهرمونات بزيادة الضخية أو تقليله فبالتالي يحصل الجسد على فرحة وسعادة أو على البؤس والتعاسى فيزداد الأمر صحة أو يزداد ضعفا فبالتالي إن انقطع هذا المصدر سيحصل على مصدر آخر إن لم تكن المصدر العائلة فسيحصل على مصدر خارجي فالحب سيقسم إذا كان بنسبة 100% فسيحصل على الأقل تقدير من 60% من العائلة و20% من الأصدقاء ليحصل على 20% من الشريك الحياة تقسيمة عجيبة صحيح لأن الأصدقاء أو العائلة هي تشكل أغلب وقت حياتك إلى أن يأتي هذا الشريك أو الحبيب إلى هذه الحياة فبالتالي يجب أن يمنح على 20% لأنه يجب أن يراكك مكتملا يجب أن تكون مكتمل المشاعر ومكتمل الشخصية لأن تسقط عقدك النفسية على إحساس الحب وتسقط كل هذا على هذا الشريك فما رأيك إن كان الشريك أيضا لديه نفس هذه العقدة ويبحث عن حل هذه العقدة منك فنجد شريكين مجروحين متألمين يشتبكان مع بعضهما البعض فيلقي كلهم بهما حل عقده النفسية على الآخر فنجد أن كلاهما يبحث عن الحل وأن كلاهما مكلوم فبالتالي لا يوجد حل لا عند هذا ولا عند هذا فبالتالي يحدث الطلاق أو يحدث الانفصال في نقطة مهمة هنا إن أزلنا الشهوة أو أزلنا الحب هل لا تزال تستمر العلاقة بين الشريكين لنفترض أنه حب علاقة زواج بغض النظر إن أزلت الشهوة بشكل كامل لا تزال العلاقة موجودة لكن ليس الطويلة الأمد لكن إن أزلت الحب بشكل كامل لا تزال العلاقة موجودة وطويلة الأمد أزل الشهوة من أي علاقة ستنتفي العلاقة تماما ولن يجد الرجل بشكل خاص أي سبب للبدء حتى بهذه العلاقة أو التعبير عنها تجاه هذه المرأة لأنه لا يوجد احتمالية أبدا لحصول على رغبته الجسدية واحتياجاته الجسدية منها أما إن أزلت الحب فستجد هناك ملينا من حالات الزواج التي لا تشكل فيها مشاعر الحب باتاتا أي صورة بالضبط لا يجد أي صورة للحب في هذا الزواج لكنه مستمر لماذا؟ لأن الحاجات الجسدية ملبات والعجيب من هذا الأمر أن تلبية الحاجات الجسدية بعد مرور فترة معينة من الزمان تميل قلب الرجل فهناك جملة صادمة يا صديقي مفادها أن الرجل يحب المرأة التي تنام في فراشه والمرأة تنام في فراش الرجل الذي تحبه فهناك طريقان مختلفان طريق لقلب الرجل يبدأ بشهوته وطريق لشهوة المرأة يبدأ بقلبها فهناك كائن مجبول على المشاعر في بداية الأمر وهو المرأة وكائن مجبول على احتياجاته المادية والجسدية في المقام الأول وهو الرجل مع اختلاف بعض النسب بين الرجال ببعضهم لكن هذا الكلام موجود والاعتراف به طريق للنجاة لأنك إن اعترفت به تستطيع أن تعرف بالضبط حاجتك من هذه العلاقة وحاجتك من هذا الشريك فتخبره بهذا وتتفقان على أساسيات لنعلاقتكما كعلاقة زوجية مستقبلية في هذا القسم تحضرني حكاية سيدنا يوسف عليه السلام ففي القرآن الكريم نجد أن سيدنا يوسف يتم إغراؤه من قبل امرأة العزيز فتقول له هيتلك فيهرب منها لينجوا بنفسه فيخبرهم سيدنا يوسف بأنها كاذبة وأنها هي التي أرادت أن تراودني عن نفسي ففي هذه الحكاية هناك جواب عندما عرفت النساء بما صار واكتشفنا حقيقة الأمر قالوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا أي أن الحب طاقة كبيرة جارفة تزيل العقل وتدفعك إلى القيام بأمور لا يرتضيها عقلك وهي أمور محرمة إذن الحب شبك بالحرام في هذه الحكاية ونرى حكايات أخرى عن موضوع الحب بطريقة أخرى لا يستخدم الحب فيها كتعبير وهي المودة والرحمة لطالما ذكر الله سبحانه وتعالى العلاقة الزوجية المودة والرحمة وهناك فرق كبير فالحب عبارة عن مشاعر وكلام أم المودة والرحمة فهي عبارة عن أفعال ومواقف فما يؤدي إلى الاستمرارية في العلاقة الزوجية والعلاقة بين الشريكين هي المواقف التي تحصل في هذه الحياة والتي لا ينساها أحد الطرفين ليست عبارة عن كلام ومشاعر تتضارب مع حقيقة الأفعال الموجودة فلو كانت أفعال هذا الرجل تتضارب مع مشاعره وكلامه فهناك سيتم حدوث شرخ في هذه العلاقة وهذا الشرخ له علاقة بأني لا أصدق ما تقول فأنت كاذب وهنا نأتي لما قولت أعذب الشعر يكذبه وقد كان الشعر الكذوب العذب النقي جميلا لأنه قيل في الحب وكان من أكذبه لأن من قال هذا لم يختبر الحب وإنما اختبر مشاعر معينة أفلاطونية مشاعر عذرية غريبة بالنسبة إليه فأراد التعبير عنها بهذا الشكل فأنت يا صديق العزيز أخذت الفكرة من قصائد شعرية لأردت أن تطبقها في حياتك الزوجية والتي هي مختلفة جدا فقد سمّها الله بالمودة والسكينة والرحمة لتسكنه إليها سكن في حياتك نفسيا وجسديا معها لكن شرط أن تكون إنسانا واعيا لهذه المسئوليات وواعيا لما تريده من نفسك ومنها هذه هي أساسيات العلاقة الصحيحة أما عن أساسيات الاختيار سنتحدث عنها لاحق أساسيات الاختيار بشكل نعم لهذه العلاقة لتنجح هي إدراك أن لديك حاجة جسدية وحاجة عاطفية لكن هل حاجتك العاطفية لوجود شريكا لتكتمل كونها أصبحت الخطوة الأخيرة لنفسك من أجل بنائها أو أنها الحل الوحيد لعقدك النفسية فإن شكلت من نفسك إنسانا ناجحا بخطوات وأهداف ومسيرة ناجحة لن ترضى أن ترتبط بأي كان فنجاحك وتقدمك في حياتك سيضعك في أماكن تلتق فيها بأناس يستحقون هذه العلاقة ويستحقون هذا الارتباط فبذاتها إن لم تكن ناجحا لن تلتقي بإنسانة ناجحة وإن لم تكن ناضجا لن تلتقي بإنسانة ناضجة لأن الناس الناضجين يكونون في أماكن معينة لها علاقة بتطور الفكرية والثقافي والمعرفي والالتزام الديني فأنت منذ البداية مكان تعرفك على إنسان لو كان في ملها ليلي لن يكون كما تتعرف عليه في المكتبة فهناك عقلية وهناك عقلية وهناك طباع وهناك طباع فبذلك يمكنك أن ترى من أنت وما تستحق وأين سترى ما تستحق هذه هي إحدى المعضلات إن حللت مشكلتك النفسية ونضجت ونجحت ستصل إلى أن تلتقي بأناس مروا بتجارب وتشبه تجربتك ويوفق الله بينكما وتكون أساس العلاقة الموادة والرحمة القائمة على الاتفاق البدايات تحتاج إلى اتفاق وهذا الاتفاق هو ما سيصل بكم إلى النتيجة التي ترغبونها في حياتكم في القسم الأخير نجد وأن هناك التباسا في حقائق معينة فالجميع يقول ألا عليك أن تقترب من هذه العلاقة ألا عليك أن تعترف بمشاعرك يجب أن لا تعترف بشهوتك فهي حرام 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 فتجد أن نظرة الرجل إلى المرأة بأنها حرام في وجودها وكيانها وليس عن العلاقة خارج إطار الزواج فأصبحت العلاقة خارج إطار الزواج مرتبطة بالمرأة أو العلاقة في إطار الزواج مرتبطة في المرأة فتصبح المرأة حراما إلى يوم الزفاف فبتوقيع واحد على شهادة للزواج يصبح الحرام حلالا بل ويصبح واجبا فيصبح من العار أن لا يحدث ويصبح من الرجولة أن يحدث فما الذي يجري؟ هل أطلقتم العلانة لمشاعركم والمكبوتة والاحتياجاتكم الجسدية فقط في هذا اليوم؟ ولما لم تتقبلوها من قبل؟ فعملية الرفض التي بقيت لعشرين أو ثلاثين سنة ومن الأكثر أصبحت أمرا واجبا عليك التعامل معه كأمر واجب حلال مباح مسموح لك في يوم واحد في أقل من 24 ساعة فلا يزال عقلك الباطن اللاوعي يحاول فهم ما يجري ممنوع وحرام ورفض لهذا الكائن في نفس الوقت الذي جسدك يطلبه هذا الكائن فمشاعرك في مكان وجسدك في مكان الجسد يريد والعقل لا يريد بل لم يكن يستوعب فيحصل شرخ يؤدي إلى الاكتئاب أنت لا تعرف من أنت ولا تعرف ماذا تريد فيجري بالأخير قرار للاستسلام للأمر الواقع لاستحارة قدرتك على الخروج منه فليس من سهل الخروج من علاقة زوجية فهذا ميثاق غليظ وهنا تكمن المشاكل وتبدأ الصراعات فلا يدرك أحدهما ما يريد من الآخر ولا يحصلان على ما يستحقان من الآخر فيصل الأمر إلى علاقة غريبة وتأتي الحلول بشكل أغرب إن جاب الصبر الحل الحقيقي في التفاهم في الحوار في الكلام ويا حبذا لو كان هذا الكلام وهذا الحوار وهذا التفاهم قبل الإقدام على الخطوة الإرتباط نفسها فلهذا قال الله سبحانه وتعالى فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام انظر إليها عساني أدى ما بينكما نظرة شرعية إن ارتضيتما بعض فهذا قبول ثم تحصل الاتفاقيات هذا ما أريد هذا ما أعتاد عليه هذا ما نريد ويكون هناك نقاش بناء على هذا النقاش إن حصل الاتفاق سيحصل ما قال عنه مصطفى محمود أي أن استمرارية العلاقة وإن كانت بدايتها مدفوعة بمشاعر أو مدفوعة بتحفيز الناس إليك فجأة تجد نفسك في فرحة غامرة لا تدري مصدرها من أين ثم تذهب هذه الفرحة وينتهي هذا وتنتهي المشاعر ملتهبة ليبقى أمامك الإنسان كما هو كما خلقه الله بشخصيته ونفسيته التي لن يكون فيها تصنع فقد ذهب التصنع وكشفت جميع الأوراق فعندما تكشف الأوراق يبقى أمر واحد قاله مصطفى محمود الخير الذي في الناس فأنت تستمر مع هذا الإنسان بناء على المودة والرحمة فكما قلنا الحب والمشاعر ما هي إلا كلام وقد يكون حبرا على ورق لكن المودة ورحمة هي أفعال ومواقف فمن بقى بهذه الأفعال والمواقف لن يتم استغناءه عن بعضهما البعض لماذا؟ لأن هناك مواقف وارتباطا وثيقا وصبرا أدى إلى فهم كل منهما للآخر وتلوح من أدى إلى السكينة وفي هذه السكينة لا نعني أنه لا يوجد مشاكل أو لا يوجد خلافات لا يوجد لأن لكل منهما شخصيته المختلفة فبالطبع سيوجد هناك خلافات واختلافات ومشاكل لكن هل سنقبل وجود المشاكل كأمرا طبيعي مع أن هذه المشاكلة جوهرية هنا المشكلة ابني نفسك مشاعريا ونفسيا وانجح بأي طريقة كانت واجعل لنفسك شخصية ووجهة ونجة نظر لترى في هذه الحياة من يناسبك وترى قدرك وقدر الآخر فتحصل على علاقة فكرية وعاطفية وجسدية سليمة ليس الهدف منها إشباع رغبات مؤقتة والحصول على متعة لحظية بل الهدف منها مسيرة حياة بأسلوب معين يرضيك إلى الطرفين ابتعدوا عما تسمعونه من أغاني ومسلسلات وغيرها من تعريفهم للحب فهم يأخذون المشاعر مجرد ويضعونها على مشاهد متخيلة أما أنت فلديك مشاهد من هذه الحياة من حقك أن يكون لديك مشاعر ومن حقك أن يكون لديك شهوة ومن حقك أن يكون لديك حب لكن اجعل الأمور متوازنة وفكر لماذا الله وضع كل هذا في جسدك وفي عقلك وفي قلبك سترجد أن هناك مبادئ معينة ذكرت في القرآن وفي السنة تلخص كتبا في العلاقة ادرسوها وعرفوها اعرف أن لك الحق وعرف أنك تستحق كل هذه المشاعر اعرف أن هذه المشاعر يجب أن تأتيها كصافية دون أن تضع فيها عقدا نفسية دون أن تضع فيها مشاكل أخرى لا تفترض أن الشريك حل لحياتك لا تفترض ما الذي تأخذه من هذا الشريك بل فكر ما الذي سأقدمه لهذا الشريك فلتكن علاقة يقدم فيها كل الطرفين إلى الآخر ما لديه دون أن ينتظر منه ردا دون أن ينتظر منه مقابل فإن انتظرت المقابل فلن تعيد الإحسان والجدير بإحسانك هو شريك حياتك دمتم أنتم واصدقاؤكم وأحباؤكم بخير وسلامة يا جنة العقلاء شكرا 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 شكرا